بسم الله الرحمن الرحيم وبيهنستين هنكمل للوقت مع بعض باقي الدورة الشاملة لدراسة وتصميم الطرق أعداد مهندس أيمن محمد أنديل طبعا بناخد نابسة سريع عن صاحب العمل بعد كده بنخش على هنراجع تاني مع بعض عناصر الدورة أول حاجة خدناها تخطيط الطرق والأعمال المسحية تاني حاجة أصف التصميم الهندسي للطريق تالية حاجة منحناية لفقية رابعا المنحناية الرأسية خامسا ارتفاع الزهر بطنل واحد سوبر الليفيشن بعد كده تصميم الطرق باستخدام برنامج لاند ديسكتوب بعد كده تصميم طبقات الطريق بعد كده الاختبارات الحقلية والمعملية وأخيرا عيوب وصيانة الرأس خلصنا أول أربع حلقات وصلنا للمنحناية الفقية هندخل دلوقتي على الحلقة بتاعت النهاردة وهي بعنوان السوبر الليفيشن رقم خمسة السوبر الليفيشن يعني ايه سوبر الليفيشن أو يعني ايه ارتفاع الزهر عن البطن السوبر الليفيشن ده هنرموز لبرامز اي وقيمة بتاعت التروح من أربع في المية إلى عشرة في المية هو مقدار ارتفاع الحفة الخارجية للطريق على المنحنة عن الحفة الداخلية للمنحنة بقيمة تتوازن أو قيمة توازن القوة التاردة المركزية وذلك عنده نصف كتر معين يبقى احنا مهمتنا ان احنا نجيب نصف الكتر اللي بيحقق لي السوبر الليفيشن يمنع العربية انها يحصل لها أو يمين اول حاجة عندنا نوعين من السوبر الليفيشن عندنا والتاني نوع هنا هتناول كون النوع بدراسة تفصيلية اول حاجة لو خدنا دي شكل السيارة او العربية اللي بتصير عندنا البي الماسافة بين بتاع العربية وبتاع العجلة وبعاكها ده محور او مركز السقل والبي اللي هي مركزية ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الفيل طبعا الصراع اللي هي المتر على الساعة الثانية R اللي هي الradius of curve D هيبقى وحدتها المتر أما G acceleration due to gravity 9.8 من 10 في المتر على الثانية تربية بعد كده هنخش على H اللي هو height of center of gravity to ground surface اللي هي المسافة اللي احنا اتفقنا عليها من CG لحد ground surface اللي هي طبعا المسافة بين العقلتين نخش دلوقتي على القانون اللي عندنا B على W يتسوي في تربية على G في ال R وعرفنا المعاملات كلها معناها ايه B على W اللي هي centrifugal ratio أو نسبة كواتر ده المركزي There is two effects for B on the vehicle يعني في تأثيرين على السيارة نتيجة قوة لها أول حاجة overturning at point B outer wheel overturning ده بيحصل نتيجة ايه overturning ده زي ما احنا شفنا عندنا ال B ال B كقوة ال B لو ضربناها في ال H هيدينا moment بيقلب عند النقطة B ال B في ال H هيدينا moment طب اللي يرد عليه عشان يعمل اتسان يبقى ال W في ال B على اتنين وفي ال B على اتنين يبقى نسوي ده بده عشان يحصل او اتسان زي ما قالنا overturning at point B او ترويل تمام overturning لو قال B في ال H اما resistance moment اللي هو W في B على ال اتنين لو سوينا الاتنين في بعض يبقى ال B في H بيسوي W في B على ال اتنين نطلع من هنا ان B على ال W بيسوي B على اتنين H نخش دلوقتي على الحالة التانية sliding اللي هو التأسير التاني لنتيجة المركزية عندنا زي ما حين شايفين الوزن بيأسر لتحت الوزن ده لو قسمناه على ال اتنين يبقى ال R A وال R B نقدر نقول من هنا ال F بيسوي دي كومتها من واحد من عشر الى ستاشر من مية ال R A بيسوي ال R B بيسوي W على اتنين الوزن على اتنين بعد كده نقدر نقول ان ال B لو حنلناها بتسوي F A زايد ال F B ده بال F A اللي هي ايه اللي هي ال R A في ال F وال R B في ال F نقدر نخرج ال F برا يبقى ال R A زايد ال R B اللي هم الرياكشن اللي هو ال W يبقى ال F في ال W يدينا ال B نقدر من نقول من هنا ان ال B على ال W بتسوي ال F نقدر نستخلص الكلام ده في شرطين two conditions لو ال B على ال 2H وعرفنا ال B وعرفنا ال H اقل من ال F في الحالة دي يعني السيارة يحصل لها overturning قبل ما يصل لها تزحرك او skidding طيب لو ال B اكبر من B على ال 2H اكبر من F يحصل عكس الكلام ده زا في كل ويد sliding او skidding اللي هو دي بتولد من خلال super elevation و side fraction تمام يبقى احنا بنساوي القوة الطر المركزية دي بمركبتين نتجين من super elevation و side fraction زا ما احنا شايفين ده ده الوزن يؤثر الاسفل بنحلله cosine و sine نقدر نقول F S W cosine X زائد W sine X دول هنسويهم بمركبتين اللي هنا اللي هو W V تربيع cosine X لو شفنا الكلام ده F side fraction وخدناها قبل كده E سيار revision لو احنا سوينا مركبة ال X في اتجاه الشمال بمركبة ال X في اتجاه اليمين زي ما قلنا رجعها تاني هنسوي مركبات ال X في اتجاه ده مركبات ال X في اتجاه ده في الحالة دي نقدر نقول ان W sine X زائد F S W cosine X بيسوي W V تربيع cosine X على G في A طيب ال W مشترك نقسم عليها بSine X زائد F cosine X بيسوي V تربيع cosine X على G في R طيب نقدر نقول لو اسمنا على cosine X هنا و cosine X هنا وهنا يبقى Tane X زائد F S بيسوي V تربيع على G في R اقدر استخلص من هنا ان E زائد F S بتساوي V تربيع على G في R لان E هي Tane X او Tane الزاوية من هنا اقدر اقول R minimum او اقل لنصف كتر يحقق لي السور الامن اللي هو يخلي السيارة slash sliding او overturning اللي هو V تربيع على 15 E زائد F في الحالة دي هيبقى R minimum radius of curve بال feet و V speed بال mile per hour دو غيرنا لوحدات هيبقى نفس القانون R minimum بس V تربيع على 127 E زائد F S الحالة دي R minimum radius بس بال متر والسرعة هتبقى بال كيلومتر كده احنا خلصنا جزء الخامس هو خاص بال من شاء الله هتنقل الى جزء السادس هو خاص بال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته